أهلا وسهلا فيكم أصدقائي جميعا بفيديو جديد من سلسلة محادثات اللغة الألمانية واليوم في عنا نموزة جديد من نمازج امتحان اللغة الألمانية مستوى A1 قسم Spression واليوم رح نتعلم مع بعض كيف بتعمل محادثات صغيرة وبسيطة للمبتدئين باللغة الألمانية واللي بدون يقدموا امتحان Spression A1 فمتمنى تتابعوا معنا الفيديو الأخير لتستفيدوا وإذا عم تستفيدوا من هاي السلسلة وهذا المحتوى تدعمونا بعمل لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة لتشوفوا كل الفيديوهات الجديدة أول بأول خلينا نبلش بالبداية أصدقائي رح نذكر بأقسام امتحان الرئيسية بامتحان A1 في عنا دغاية تايلة تايل 1 هو زيش فورش تيلن أو التعريف عن النفس طبعا هذا التايل حكينا عنه بالفيديو الماضي انه هذا التايل على طول مكرر بكل امتحانات اللغة الألمانية يعني دائما رح يكون فيه تعريف عن النفس فيكن ترجعوا تحضروا الفيديو والتايل الثاني هو في عنا مجموعة صور ولازم نحكي أنا وشريكة أو شريكتي بالامتحان يعني كل صور عفوان كل كلمة لازم نحكي عنا جملة أو جملتين تمام والتايل الثالث نفس الشي تماما بس بيكون في عنا صور ولازم نحكي كمان جملة أو جملتين عن هدول الصور رح نبلش مباشرة مع تايل سفاي اللي هو أم إنفرماتسيونن بيتن و إنفرماتسيونن قيبن يعني طلب معلومات وإعطاء معلومات في عنا هون مجموعة من الكلمات هاي الكلمات حول تامة بغوف يعني هاي الكلمات بتخص موضوع المهنة أول كارتة عنا هي أربايت الزايت يعني وقت العمل فممكن أنا أسأله بس فمفتين قوة يعني وقت العمل يكون من ساعة تسعة إلى ساعة ثلاثة الكلمة التانية هي كليجن يعني زملاء العمل كم زميل لديك في الشركة؟ هي أجابت لدي أربع زملاء يعني هل زملائك بالعمل لطيفين؟ هي أجابت ناين هم يكونون ليسوا لطفاء يعني هل عملك ممتع هل عملك بيعمل متعة بهذا المعنى؟ الكارتة اللي بعدها هي شباس والتامة بغوف يعني بيتجربة معنى انه هل العمل عندك ممتع أو مرح فأنا ممكن اسأله مخت دي دانين بغوف شباس؟ يعني هل عملك ممتع هل عملك بيعمل متعة بهذا المعنى؟ يعني أنت مستمتع بعملك يعني أجدو عملي ممتع عملي يكون ممتع بالنسبة لي الكلمة اللي بعدها هي عملك يعني ملابس العمل فممكن اسأله أنا موس مان هي ان دا فرما عملك تراغن؟ يا مان موس هي عملك تراغن يا انا سألت موس مان هي عملك تراغن؟ هل يجب على شخص أن يرتدي ملابس العمل هنا؟ فهي أجابت يا مان موس هي عملك تراغن؟ يجب أن يرتدي زي العمل أو بدلة العمل أو في كنت قوله ناين نشت إما يعني لا مو دائما الكارتة اللي بعدها هي عملك تراغن هي بالمعنى الحرفي بتجي بمعنى مكان العمل لكن أحيانا بتجي بمعنى الوظيفة فممكن أنا اسأله كيف حصلت على وظيفتك؟ الكلمة اللي بعدها وكلمة مهمة جدا للعمل اللي هي يعني واجبات فأنا ممكن أسأله شو هي واجباتك بالشركة في عنكم عدة خيارات لحتى تجاوبوا على هاد السؤال الخيار الأول فيكن تقولوا انه أنا بردع الإيميلات يعني أنا بعمل إعلانات على الإنترنت أو فيكن تقولوا انه أنا بتتصل مع الزبائن إيش تلفونيغة مدن كوندن إذن هاي كانت مجموعة من الكلمات حول تيمة بغوف في عنا مجموعة تانية من الكلمات حول تيمة شبورت وهي التيمة كمان مهمة جدا بالامتحان وأول كلمة بتيمة شبورت هي لبلينكس شبورت يعني شو هي رياضتك المفضلة فأنا ممكن أسأل ما هي رياضتك المفضلة؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ رياضة المفضلة هي السباحة الكلمة اللي بعدها هي يعني السباحة متى تريد أن تذهب إلى السباحة، متا تريد أن تذهب إلى السباحة؟ أش activating سباحة؟ ودا يشف ما أنبوخن اندى؟ أنا أذهب للسباحة في عطلة نهاية الأسبوع الكارثة اللي بعدها هي بوخن اندو والثامة شبورت فنحن بدنا نسأل شو بتعمل رياضة بالعطلة نهاية الأسبوع اش شبيل ام وخن اند فوسبال اي نوع من الرياضات تمارس في عطلة نهاية الأسبوع يعني شبورت تغيبن يعني يمارس رياضة اش شبيل فوسبال او اش شبيل ام وخن اند فوسبال ألعب كرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع الكلمة اللي بعدها هي آبند يعني المساء جوغن زي مورغن او دا آبند ناتوليش مورغن اذا انا سألت جوغن زي مورغن او دا آبند يعني بتعملي رياضة جوغن اللي هي الجري الجري مورغن او دا آبند صباح ولا المساء فهي اجابك ناتوليش مورغن طبعا بشكل طبيعي بالصباح او ممكن اسأله سؤال تاني عن آبند جين زي ام آبند انس فتنس شتوديو يا اش جيه ام آبند يا ازو جين زي ام آبند انس فتنس شتوديو يعني بتروحي المساء انس فتنس شتوديو الى النادي الرياضي يا اش جيه ام آبند نعم انا اذهب دائما في المساء الكارتة اللي بعدة هي بال يعني كرة فممكن اسأل شبيلن زي هاند بال؟ ناين اش بيلة كان هاند بال ودا ناين اش بيلة فوس بال ازو شبيلن زي هاند بال يعني هل تلعب كرة اليد؟ ناين اش بيلة فوس بال لا انا العب كرة القدم اخر كارتة بهذا التال هي فارات ازو داس فارات يعني الدراجة الهوائية فارن سي جرن فارات؟ يا اش فار جرن فارات ازو فارن سي جرن فارات؟ هل تحبين ركوب الدراجة؟ يا اش فار جرن فارات؟ نعم احب ركوب الدراجة او ممكن اسألة سؤال تاني هابن سي اين فارات؟ يا اش هاب اين فارات او لا اش هاب كن فارات ازو هابن سي اين فارات؟ هل لديكي دراجة؟ نعم لديكي دراجة أو لا ليس لديكي دراجة إذن هكذا نكون خلصنا تايلت سفاي بهذا النموذج رح نروح لتايلت بغاية بس أصدقائي حابين أذكركم أنه هذا النموذج موجود على موقعنا الإلكتروني لتعلم اللغة الألمانية فيكن تشوفوا هذا النموذج مع الجمل اللي عم نحكيهم مكتوبين وممترجمين على الموقع الإلكتروني ادخلوا لهذا الموقع من خلال الرابط اللي بوصف الفيديو أو بأول تعليق بالأسفل بمعنى عملوا طلبات وتفاعلوا عليها رح نعرف أكتر من خلال الأمثلة اللي رح ناخدون في عنا هون مجموعة من الصور أول صورة هي بوستامت بوستامت يعني مكتب البريد وان أفنت داس بوستامت أم أخت أور وان أفنت داس بوستامت متى يفتح مكتب البريد أم أخدوه في الساعة الثامنة أو ممكن أسأل السؤال تاني إنه أين يكون البوستامت أين يكون مكتب البريد وفند إيش وفند إيش وفند إيش داس بوستامت في مركز المدينة في مركز المدينة الصورة اللي بعد هي صورة تاكسي فممكن نسأل وفند إيش أي تاكسي إيش دانك بطا وفند إيش أي تاكسي أين أجد تاكسي إيش دانك إيش دانك يعني إذهبي مباشرة الصورة التي بعدها هي صورة سباحة ولكن عليها هذه الدائرة ، بمعنى ممنوع السباحة هنا فممكن أنا أسألها أنا سألتها هل يسمح للشخص أن يسبح هنا؟ فهاي إجابت هنا غير مسموح بالسباحة أو لا يسمح للشخص بالسباحة هنا ممكن إسألة سؤال عن مسموح و ممنوع اللي هي هل السباحة هنا مسموحة؟ لا، هذا يكون ممنوع أي شيء ممنوع أي شيء مسموح الصور اللي بعدها هي على الأغلب فاتورة مطعم اللي هي ديغشنونك فاتورة فممكن نسأل عليها سؤالين إش مش تتسالم بتا أو دا ديغشنونك بتا جانا هي إس ديغشنونك أي شيء مFlow تتسالم بتا أو دا ديغشنونك بتا إذن هاي الكلمة ما بنحكيها بالمطعم إذا بنا ندفع عودنا الفاتورة جانا هي إس ديغشنونك بكل سرور هاي الفاتورة الصورة اللي بعدها هي صورة مفتاح در شلسل Ja, er ist in minor taasher نعم هابن زي اغن شلسل داباي هلا ديك مفتاحك هابن زي اغن شلسل داباي هلا ديك مفتاحك Ja, er ist in minor taasher هو يكون في حقيبتي الصورة اللي بعدها هي صورة حزاء وعالأغلب حزاء رياضي فممكن نسأل اش براوخة نوية شبورتشوه جرن كيفية فاربة؟ بلاو بيته كاين بروبلين تانك اش براوخة نوية شبورتشوه انا احتاج الى حزاء رياضي جديد جرن كيفية فاربة؟ بسرور ايا لون بلاو بيته لون الازرق فينا مجموعة اخيرة من الصور رح ناخد الصورة الاولى الصورة على الاغلب بمطعم مثل مو شايفين فينا بروتشن فينا خبز وبوتر وزبدة فممكن نسأل او نحكي ما هتن زي جارن؟ اش هتا جارن بروتشن و بوتر اذا ما هتن زي جارن؟ هذا المصطلح بمعنى بماذا ترغب؟ مصطلح كونيونكتب صفعي انه ممكن يكون بكير هاد الحكي على الـ A1 بس يعني ممكن يكون عندكم فكرة هاد مصطلح نستخدمه لحتى نطلب شيء سواء كنا بمطعم او كافي او هيك نستخدم هاد مصطلح اش هتا جارن اتفاس انا برغب بشيء فانا سألتا فاس هتن زي جارن؟ شو بترغبي؟ هي اجابة اش هتا جارن بروتشن و بوتر ارغب بالخبز و الزبدة متل ما موجود بالصورة الصورة اللي بعدها هي صورة زوجاجات خلا نحن احترنا فيها الصراحة بس عالاغلب باني عالب كتشاب او سوس او هيك فممكن انا اسأله اش هتا جارن اش هتا جارن أشو راب بكتشاب اش هتا جارن اش انش نعم إن اتوا اطفال كتشاب انا جعبت اش هتا جارن أش Very good يعني ما بعرف بالتحديد بش أعتقد انه هات الشي كتشاب الصورة اللي بعدها هي صورة رابط Patп بالالمان اسمه مونسه مونسه يعني العملات المعدنية او كوينس فا ممكن اسأله كم من المال لديك نحن جمعناه ونطلعه يعني أربع يورو وسبعين سنت الصورة اللي بعدها هي صورة كالندر يعني التقويم فنحن ممكن نعمل موعد بهذا التاريخ اللي هن محددينه ممكن أنا قل له هل يمكننا أن نلتقي يوم الأربعاء في ساعة 18 لا لا عندها أو تديا موعد الصورة اللي بعدها هي صورة طعام وشراب ولكن كمان عليه إشارة الممنوع فبالتالي ممكن إسألة وآخر سورة عنا هي صورة بانهوف يعني محطة القطار فممكن نسأل هل تعرف كيف أصل إلى البانهوف؟ نعم نعم أذهب مباشرة وبعدها إلى اليسار وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو وإن شاء الله يكون عجبكم تكونوا عم تستفيدوا وإن شاء الله بعد هاي الفيديوهات ما عاد يكون في عنكم توتر وتكونوا عرفتوا تعملوا جمل صغيرة تستفيدوا منها نتمنى ممكن أصدقائي إذا عجبكم الفيديو وهذا المحتوى تعاملوا شير لأصحابكم اللي عم يتعلموا اللغة الألمانية لحتى يستفيدوا وما تنسوا تعاملوا لايك لحتى نشوف إذا حابين هاي السلسلة ونستمر فيها أكيد نحنا عم نتابع تعليقاتكم حلوة وشكرا كتير لدعمكم وكتير بهمنا رأيكم فكتبوا لنا دائما عن آراءكم بالتعليقات وكتبوا لنا عن أفكار مهمة للفيديوهات الجاية أكيد نحنا أخذين بعن الاعتبار الأفكار اللي طرحتوها وكتير حلوة وشكرا لمشاركتكم أكيد رح تكون بالفيديوهات الجاية وقبل نهاية الفيديو بما أنه الفيديو لطلاب المبتدئين باللغة الألمانية مستوى A1 نحنا عملنا لكم تطبيق خصوصي لكم تطبيق تعلم اللغة الألمانية من الصفر بحيث جمعنا لكم في كل قواعد اللغة الألمانية من الصفر مو بس قواعد اللغة الألمانية كمان عملنا لكم محادثات مع الصوت محادسات صغيرة لتعرفوا تحكوا باللغة الألمانية كمبتدئين بالإضافة لأهم دروس اللغة الألمانية مثل الساعة والوقت الفصول والأشهر حملوا التطبيق من خلال الرابط اللي بوصفوا الفيديو أو بأول تعليق بالأسفل وهي صورة التطبيق فيكم تدخلوا على جوجل بلاي تحطوا تعلم اللغة الألمانية من الصفر وتحملوا التطبيق وآخر شي بنتمنى لكم النجاح جميعا منشوفكم بالفيديوهات الجاية سلام اشتركوا في القناة